نشبت خلافات حادة بين قوى إعلان الحرية والتغيير ووفد الجبهة الثورية الذي وصل الخرطوم بسبب إصرار قوى إعلان الحرية والتغيير على تعيين ولاة الولايات بعد وصول حمدوك من واشنطن وحددت الجبهة الثورية بنسب الاتفاق الإطاري الموقع في جوبا مع المجلس السيادي حول خارطة الطريقة ونقل وفد الجبهة الثورية لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرخان في اجتماع مطول السبت محاولات قوى التغيير تعيين الولايات المدنيين والمجلس التشريعي بأنه من مهددات خارطة الطريقة ودعا وفد الجبهة الثورية البرخان لتدخل وإقاف محاولات قوى الحرية من تعيين الولايات وتعيين العشرات ممثلين لها في لجان المفاوضات طيبة لحياة طيبة